أصيبت مواطنة برصاص ميليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة عقب شمال غرب محافظة الضالع وقال سكان محليون أن المرأة تدعى سامية عبادي علي حماش أصيبت أثناء رعي الأغنام في إحدى الشعاب المجاورة للمنطقة جراء استهداف الميليشيات الحوثية المتمركزة في جبل المصروح في الثوخب شرق منطقة الحشة بإطلاق العيرة النارية عليها وذكرت المصادر أنها أصيبت بطلقة اخترقت قسمها من الجانب الأيسر لتخرج من الجانب الأيمن نقلت على إثرها إلى المستشفى مباشرة بعد أن أغمي عليها جراء الإصابة